السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أخرى مسلسلة رايحانة كامال نقدم لكم اليوم حلوة مالحة بدون طبع وبدون مجهود كجلديدة ومقرمشة بسم الله على بركتي الله نبدأ في استعراض المقادر 500 جرام طحين أبيض فورس مغربل نصف كيلو مع 125 جرام زبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ قطعتين ديال جبن مربع أو متلد حسب الرغبة وحسب المتوفر نصف ملعقة صغيرة من صلصة حارة وكسبقة اختيارية ممكن تنقصو أو تزيدو بيضة كاملة نخد منها البيض نخليه للتزيين ماء يعدل تقريبا 50 جرام ديال جبن أحمر سنحكوه في الحكاكة الرقيقة ملعقة صغيرة من الخل الأبيض القليل من اللي بزار وهو الفلفل الأسود القليل من الزعتر ملعقة صغيرة غير مملوئة من الملح ملعقة صغيرة من الخردل وهو المطارد والحليب لجمع العجين حليب عادي ما كيكونش دافي أول حاجة كنخدمو طحين مع الزبدة وصلصة حارة وقطعتين ديالجبن حتى كتترمل لنا مكونات الطحين كلها بهديك الزبدة يعني ضروري ما تخدموا بهد المراحل باش كتحصلوا على نتيجة جيدة ملعقة صغيرة من الخردل ملعقة صغيرة من الخردل وعندي أيضا ما يعادي الأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ملعقة صغيرة من الخل استعملت الخل الأبيض ممكن استعمله العادي عندنا الملح والزعتر والفلفل الأسود هاد المكونات استعملوها بحسب الطوق ديالكم يعني الملح ممكن تطفو أكتر يعني عندنا الجبن راه كيكون مالح كذلك المطارد اللي هو الخردل نبدأ نضيف الحليب ما كنعجنوش نهائيا فقط كنجمعو حتى كنحصلو على العجين اللي كتكون متماسكة وارطبة في نفس الوقت ما تكونش خفيفة بزاف ما تكونش تاني قاسحة غالبا هاد الكاس ما كنكملوهش كما كتلاحظو بقاتل ياما يعادل ملعقتان كبيرتان ديال الحليب كنحصلو على هاد القاوم هادا كما كتلاحظو هاد نقسم العجين القسمين هاد ناخذ القسم الأول دائما كنخدموه في سطح العمل هي ما كتلسقش لنا نهائيا في حالة يعني لسقات لكم كترشو شوية ديال الطحين ضروري ما تعطيوها السمك اللي كيكون رقيق كترقوها مزيان هناك كنحاول أن نقاد الجواني بديالها هادك الفائد ما هديش نضيعو غادي نعاود نخدم به ما تعجنوش فقط غير جمعوهم الأطراف بربعة كنقطعها سمك اللي كيكون رقيق كما كتلاحظو هناك نوزع الجبن أحمر مفروم يعني هادا كيمية أخرى ماشي اللي استعملنا في العجين اللي في العجين بوحدها هادي كمية أخرى ديال الجبن كنحكوه كنوزعه كامل كما كتلاحظو يعني كمية كتكون معقولة حسب الخسير ديالكم يعني في جهة أخرى بسط العجين نفس السمك ونفس القياس حتى هو قادي توم الجوانب كنوضعه فوق طبقة ديال الجبن وكنقادها ونحاول أنني نغلق هادوك الأطراف بربعة وكنزيد كنضغط عليها بدلك باش كتلسق ما كتتحلش لينا كنقادها وغادي نعاود أنني نسرحها نعاود نسرحها بدلك حتى كنت تقادلي وكنتأكد أنها صقعت وكنتأكد أنها ملاسقاش في سطح العامل هنا لكم الختيار أنا غدا نقسمها لثلاثة ممكن هاد الأشريطة تخليوهم طوال يعني كيجو مملاحات لي طوال بزاف ممكن تديروهم توسطين ممكن تديروهم صغار لكم الختيار قسمتها لثلاثة ومن بعد غادي نقسمها الأشريطة اللي كتكون رقيقة من الأفضل تكون رقيقة بزاف يعني ما تبقاش غليدة كنقطع الكيمية كاملة يعني في نفس الوقت باش كتكون الساهلة كتتحضر لنفح الوقت القصير كنحصلو على هاد الشكل هادا كما تلاحظو هنا أنا ما زال غادي ندهنهم بهذا أبيض البيض كما ذكرت لكم عندنا بيضة في العجين حيت منها شوية ديال أبيض البيض باش غادي ندهن يعني السافر زائد شوية ديال البيض في العجين وما تبقى من البيض استعملتوا التزيين كندهن الكمية كاملة كما كتلاحظو يعني ما غاديش ندهنوا وحدة بوحدة كندهنوا كل شيء في مرة ممكن ندهنوا العجين كامل من الأول عاد كتبدو تقطعوا لكم الختيار كنرشو هنا يلا بافو ممكن تديروا أي حاجة ممكن ما تديروا حتى حاجة يعني تكتافيوا بهذاك أبيض البيض ممكن تديروا معا شوية ديال الصوجة أو الهريسة ممكن تخليوهم هكا أشريطة اللي رقيقة وطويلة أو ممكن تلفوها بهذا الطريقة هذي كما كتشاهدوا وهذا في الفيديو كتديروا جوج ديال اللفات وكتضغطوا كتحصلوا على منادر لك يكون جميل والسر ديال هاد المملحات هو في الطهي ديالهم بالنسبة للفران كنسخنوه واحد لخمسة دقائق قبل وكننقصوا النار كنخليوها نار هادئة جدا باش كيطيبو وكيتقرمشو إلا كانت النار مرتفعة قوية بزاف ما كيتقرمشوش نهائيا كيطيبو من برا يبقوا ارتبين من الداخل هنا بعد ما كملت هذي الكمية هذي الاولى يعني هذي العجين الاول هذي ندخلوا الفران كما اذكرت لكم هنا هذي بقايا العجين جمعتوا وقسمتوا من نصف هذي ندليه نفس الخطوات الاولى كان بسطون ديل الجبن ونغطي بالعجين وكان قطعه وكان بابيض البيض والبابو اخلتهم الفران كما اذكرت لكم نار هادئة تخليهم كيطيبو على المهل باش كتجي للقرمشا ديالهم ما كتسمعو معايا كيجيون قرمشين سواء من برا او من الداخل ما كتكونش رطبة هذا وسر ديال نجاق ديالهم يعني وخا تقادوهم بنفس الطريقة ويلا ما طيبتوهم يعني بطريقة مزيانة ما كتحصلوش على نتيجة جيدة يعني النار تكون هادئة او متوسطة خفيفة تخليهم حتى كيطيبو على المهل بالنسبة لي النار غير من اسفل فقط كياخدو هذ اللون الدهبي المحمر كيما كتلاحطو معايا كيجي المنظر دهيالهم جميل كيستحقو تجربة الداد وبساط في نفس الوقت ان شاء الله تجربهم مينالوا اعجابكم كانت معكم ريحانة كمال واي استفسار مرحبا خليت لكم الراحة في امان الله